أهلا بكم سأشرح موضوع عن الصين من ويكيبيديا سأضع رابط المقال تحت الفيديو رسمياً جمهورية الصين الشعبية هي بلد في شرق آسيا هي البلد دو أكبر عدم من السكان أكثر اكتظاظاً بالسكان وتغطي تقريباً 9.6 مليون كيلومتر وتغطي تقريباً 9.6 مليون كيلومتر مربع وهي ثالث أو رابع أكبر بلد من حيث المساحة هناك كتب الثالث أو رابع لأنه في بعض الأحيان يتم احتساب طايوان جزءاً من الصين وبعض الأحيان لا وهناك جزء كذلك متنازع عليها بين الصين وبين الدول الأخرى في شرق آسيا لذلك أحياناً تحتسب وأحياناً لا وكبل دين يقوله حزب واحد يعني دولة يحكمها حزب واحد يقوله الحزب الشيوعي الصيني كاميونيست كاميونيست شيوعي يختصر بCCP البلد قسم رسمياً إلى 23 مقاطعة مقاطعة خمس مناطق ذاتية الحكم أوتانمس أوتانمس يعني ذاتي الحكم جاءت من أوتو التي تعني ذات أو النفس فور دايريكت كنترولد ميونيسيباليتيز أربع بلديات ذات حكم مباشر فور دايريكت كنترولد ميونيسيباليتيز ميونيسيباليتي تعني بلدية وهي بيجين تيانزين شانغاي and Chongqing and the special administrative regions of Hong Kong and Macau ومنطقطي Hong Kong و Macau ذات الإدارة الخاصة special administrative China emerged as one of the world's first civilizations برزت الصين كواحدة من أولى الحضارات first civilizations أولى الحضارات in the fertile basin of the yellow river in the north china plain في الحوض الخصب للنهر الأصفر في السهل الصيني الشمالي plane 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 تعني السهل plane يعني منطقة مسطحة وكبيرة منطقة أرضية مسطحة منبسطة وقليلة الأشجار plane بيسن الحوض بيسن الحوض الخصب تاسع عشر century century تعني قرن مئة عام وجاءت من sent التي تعني مئة في اللغة الفرنسية sans send ومنها كذلك percent في المئة foremost الأهم for most millennia ألفية أو ألف سنة millennia وجاءت كذلك من كلمة ميل أي تعني ألف for millennia china's political system was based on absolute hereditary monarchies or dynasties beginning with shia dynasty in 21st century BCE for millennia لآلا في السنين أن millennia تعني ألف السنين ومفردتها هي millennium millennium الف سنة china's political system النظام السياسي للصين بنى على الحكم الملكي المطلق والمتوارث was based on absolute absolute مطلق الحكم absolute hereditary متوارث hereditary monarchies ملكيات monarchies أجلت من المنرك الذي يعني ملك monarch or dynasties السلالات السلالات حاكمة dynasties beginning with the shia dynasty in 21st century bc بدءا بسلالة shia في القرن الوحيد والعشرين قبل الميلاد bce قبل الميلاد since then china has expanded fractured and reunified numerous times منذ ذلك الوقت since then توسعت الصين expanded توسعت fractured انقسمت وتجزأت and reunified وأعادت الاتحاد reunified numerous times مرات متعددة in the third century bce في القرن الثالث قبل الميلاد the chin reunited called china وحدت chin الصين and established the first chinese empire وأسس أولى امبراطورية صينية empire ثاني امبراطورية the succeeding han dynasty 206 bce 220 c e 220 c e يعني السلالة han التي جاءت فيما بعد succeeding succeeding يعني جاءت بعد tin وتروح حكمها ما بين 206 bce و120 c e يعني بعد الميلاد saw some of the most advanced technologies at the time شهدت إحدى أكثر التكنولوجيات تقدما في ذلك الزمن at that time at that time في ذلك الزمن including paper making and the compass بما في ذلك صناعة الورق والبوصلا compass along with agricultural and medical improvements بما في ذلك تحسينات طبية وزراعية agricultural the invention of gunpowder and movable type in the tongue dynasty and northern song dynasty completed the four great inventions أكمل اختراع البارود gunpowder والحرف المتحرك movable type في عهد سلالة tongue in the tongue dynasty وسلالة song الشمالية أكمل الاختراعات العظيمة الأربعة يعني الاختراعات العظيمة الأربعة للصين القديمة four great inventions tongue culture spread widely in Asia انتشرت ثقافة tongue بشكل واسع في آسيا widely widely بشكل واسع as the new silk route brought traders to as far as mesopotamia and the horn of Africa حيث جلب طريق الحرير الجديد the new silk route جلب التجارة إلى بلاد ما بين النهرين وقرن أفريقيا mesopotamia بلاد ما بين النهرين وهي العراق حاليا horn of Africa قرن أفريقيا والذي يشمل الآن الصومال و جيبوتي the king empire china's last dynasty suffered heavy losses to foreign imperialism امبراطورية تشين اخر سلالة صينية china's last dynasty عانت او تكبذت خصائر ثقيلة للإمبريالية الأجنبية to foreign imperialism وانهارت الملكية الصينية the chinese monarchy collapsed in harat in 1912 with the 1911 revolution مع ثورة 1911 when the republic of china replaced the chin dynasty عندما حلت الجمهورية الصينية مكان سلالة تشين china was invaded by the empire of japan during world war two غزت امبراطورية اليابان الصين اثناء الحرب العالمية الثانية invade invade يعني يغزو invade china was invaded يعني الصين ثم مغزوها the chinese civil war resulted in a division of territory in 1949 when the ccp led by Mao Zedong established the people's republic of china on mainland on mainland china while the kumintang led ROC government retreated to the island of taiwan الحرب الاهلية الصينية the chinese civil war addت الى تقسيم الاراضي resulted in a division of territory division of territory يعني تقسيم الارض territory يعني اراضي او ارض وكذلك جاءت من الكلمة الفرنسية أو اللاتينية في الاصل terra الارض la terre الارض بالفرنسية since 1949 عندما اسس الحزب الشيوعي الصيني الذي يقوده Mao Zedong Mao Zedong Mao Zedong CCP الحزب الشيوعي الصيني اسس جمهور الصين الشعبية established the people's republic of china على البر الرئيسي on mainland china في حين تراجعت حكومة جمهورية الصين التي يقودها الكومي تانغ تراجعت إلى جزيرة تايوان retreated to the island of taiwan retreated to the island of taiwan كلمة retreat تانية تراجع هذه الكلمة roc هي اختصال republic of china والمقصود republic of china taiwan يعني جمهورية الصين لكن الصين التي نعرف ها الصين فهي جمهورية الصين الشعبية هناك فرق جمهورية الصين الشعبية هي الصين وجمهورية الصين هي taiwan اشتركوا في القناة